ونبقى في أساسيات الاستقرار الاجتماعي تشكل هجرة المسيحيين من محافظات جنوب العراق ظاهرة بقلقة لطبيعة تركيب المجتمعية التي تعودت عليها محافظات البصرة والناصرية والعمارة والكوت حيث معظم الكنائس خالية بعدما هاجر أكثر من 80% من المواطنين المسيحيين وفق إحصائيات مجلسي كنائس البصرة كانت هناك أكثر من 7000 أسرى مسيحية تعيش في الجنوب بقيت منها في الوقت الحاضر أقل من 350 أسرى فقط ويقول المشرف على كنيسة الكلدان آرام صباح أن الغالبية اضطروا للهجرة لأسباب خاصة تتعلق بالإقصاء والتهميش عبر الضغط والإجبار والإكراه وحتى التهديد بالقتل لضعف القانون وغياب الحقوق والتعامل مع المسيحي كمواطن من الدرجة الثالثة شكرا